يحدوه الأمل ونسيان عاما اختنق بالأزمات وتكالبت عليه التحديات لتبقى الأمنية منها على رأس الأولويات لحماية أجواء الاحتفالات بالعام الجديد وزارة الداخلية وعلى لسان متحدثها اللواء خالد المحنة اتخذت خططا أمنية تشمل توفير الدوريات الراجلة والآلية لحماية المناطق ولا سيما وسط بغداد كما أكد أن الوزارة ستنفذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بمنع التجمعات وإغلاق المطاعم والمولات لساعات معينة خطة مدروسة وضعتها مديرية الأمن العام تتضمن عدد من الإجراءات خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية لتوفير أجواء آمنة للمواطنين وتشمل تعزيز وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة ونقاط الغلق والتفتيش في المناطق التي تشهد الاحتفالات لضمان ضبط الأمن وعدم حدوث ما يعكر صفو المواطنين كما تعتزم مديرية الأمن العام ومن خلال كوادرها العاملة في الميدان بتكثيف مراقبتها لظاهرة إطلاق العيارات النارية والمفارقعات المخالفة للقانون وإلقاء القبض على كل من يمارس مثل تلك التصرفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتبقى البسمة والأفراح عنوان المواجهة ضد التحديات الأمنية والصحية التي حطت رحالها في البلاد على أمل مغادرتها دون عودة ومع كل هذه الإجراءات فقد تبدو الاستعدادات للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية في بغداد ظاهرة في غالبية المناطق ولكن المختلف هذا العام إن الإقبال على الشراء أقل بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وتراجع الحركة التجارية عقب خفض قيمة الدينار العراقية ترجمة نانسي قنقر